الآن نأخذ بعض التمرين المحلولة لتوضيح طرق حساب الداخل والناتج المحلي عندنا هنا بالتمرين الرقم واحد بنقول البيانات التالية عن مفردات الناتج المحلي لدولة ثمها سنة 2009 بملايين دولارات عندنا هنا البند وعندنا هنا قيمة كل مند من هذه البنود فالمطلوب مننا المطلوب ميالي اوجد ميالي واحد الناتج المحلي الإجمالي بالطرق الثلاث اللي هي الدخل والانتاج والانفاق الدخل الشخصي الادخار الناتج القومي الإجمالي الناتج المحلي الصافي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل تدخل هنجيب مطلوب مطلوب بتطبيق مباشر بشكل تام بشكل تام مع الأرقام الموجودة لدينا في المسال ناتج المحل الإجمالي بطريقة الدخل من معروف واخذناه من قبل واخذنا هذه القاعدة أن ناتج المحل الإجمالي بطريقة الدخل يساوي الدخل المحل الصافي زائد الضريبة غير المباشرة زائد إهلاق رأس المال ناقص إعانات الإنتاج ولكن قبل أن نحصل على ناتج المحل الإجمالي بطريقة الدخل لابد أن نحصل على الدخل المحلي الصافي من خلال القاعدة اللي احنا خدناها برضو من قبل اللي هي الأرباح المحتجزة زائد الضرائب على أرباح الشركات زائد الأرباح موزعة زائد الوجور والرواتب زائد الإيجارات زائد دخول أصحاب الأعمال الصغيرة وبعد ذلك نحصل على الناتج المحلي الإجمالي ففي البداية لابد أن نحصل على الناتج المحلي الصافي كما هو موضح على الشاشة الآن طبعا ده تطبيق مباشر للأرقام المتاحة لدينا في المثال يعني لا يوجد أي غموض في أرقام المثال فأنت بتطبق تطبيق مباشر بنسبة 100% الأرباح المحتجزة بتساوي 44 الضرايب على أرباح الشركات ساوي 36 الرباح الموزعة 180 الوجور والرواتب بتساوي 3660 الإيجارات 1420 دخول أصحاب الأعمال الصغيرة ساوي 160 إما نجمع كل هذه الدخول نحصل على الدخل المحلي الصافي اللي هو 5500 طيب بعد كده بنعوض بقيمة دخل المحلي الصافي في الناتج المحلي الإجمالي عشان نحصل على ناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل كما يلئ الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل يساوي الدخل المحلي الصافي اللي إحنا لسه حاسب نقيمته لسه حاسب نقيمته حالا 5500 زائد الضرايب غير مباشرة لتعويض مباشر من المثال 50 زائد إهلاك رأس المال برضو في المثال عندنا قيمتها 130 نقص الإعنات الإنتاجية برضو في المثال في النهاية خالص النتج المحل الإجمالي بيسوي 5602 مليون دولار هذا هو المطلوب الأول طيب بس طبعا المطلوب الأول كان عايز مننا نتج المحل الإجمالي بطريقة الدخل وبطريقة الإنتاج وبطريقة الإنفاق طيب هل هنلاجت دلوقتي الناتج المحل الإجمالي بطريقة الإنتاج بتساوي الناتج المحل الإجمالي بطريقة الدخل احنا قلنا من قبل أنه لازم الناتج المحل الإجمالي بطريقة الدخل يساوي تماما الناتج المحل الإجمالي بطريقة الإنتاج يساوي تماما برضو الناتج المحل الإجمالي بطريقة الدخل فنشوف كده الكلام ده يطلع مصبوط ولا مش مصبوط الناتج المحل الإجمالي بطريقة الانتاج بيساوي كافة السلع والخدمات اللي احنا أنتجناها في المجتمع اهي السلع صراعية زائد سلع صناعية زائد خدمات تعليمية زائد خدمات صحية زائد خدمات سياحية زائد خدمات نقل وتعويض مباشر عن كل هذه البنوت من المثال هنجد في النهاية الناتج المحل الإجمالي بطريقة الانتاج طالع 6502 زي بالظبط زي الناتج المحل الإجمالي بطريقة الدخل يعني لازم يحصل تساوي مطلق ما بين التركيطين طيب فاضل عندنا الطريقة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق وبطريقة الإنفاق يعني لازم أحط الاستهلاك العائلي زائد الاستثمار زائد الانفاق الحكومي على الاستهلاك والاستثمار زائد الصادرات ناقص الواردات طيب بتطبيق المباشر من أرقام المثال هنحصل على أن الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق طالع برضو 5602 يعني الكلام ده مزبوط بنسبة 100% أي أن لازم نتج المحلي الإجمالي بالطريقة الثلاثة لابد أن يتساوي بشكل مطلق بعد ذلك طبعا إجمالي الاستثمار نلاحظ أن إجمالي الاستثمار اللي هو عندنا اللي هو إحنا عوضنا فيه اللي هو 286 286 إجمال الاستثمار في البنود عندنا هو طبعا ما دنيش ال 286 بشكل مباشر ولكن أعطاني صف الاستثمار وعطاني إهلاك رأس المال فعشان أجيب إجمالي الاستثمار لابد أن أجمع صافي الاستثمار زاد إهلاك رأس المال يعني على أعتبر أنه ما دنيش إجمالي الاستثمار بشكل مباشر لا أعطاني الصافي وأعطاني الإهلاك فأنا أجمع الصافي زاد الإهلاك هحصل على الإجمالي فهذا الكلام كلام سهل وواضح ما فيش فيه أي غموط المطلوب الثاني اللي هو كان عايز فيه الدخل الشخصي الدخل الشخصي بيقولي أن دخل الشخصي بيساوي الدخل المحل الصافي ناقص أقصات معشات التقاعد ناقص الأرباح المحتجزة ناقص الضريب على أرباح شركات زاد مدفوعات الضمان الاجتماعي برضو هعمل تطبيق مباشر وسريع على طول على أرقام المتاحة لدينا في المثال هحصل على أن الدخل الشخصي بيساوي 5398 دلوقتي هنجاوب على المطلوب الثالث اللي كان متعلق بالإضخار إزاي أجيب الإضخار؟ طبعا الإضخار معروف أن الإضخار بيساوي الدخل الشخص المتاح ناقص الاستهلاك على اعتبار أن احنا قلنا من قبل أن الدخل الشخص المتاح يواجه تم توزيعه على الإضخار والاستهلاك فيبقى الإضخار بيساوي الدخل الشخص المتاح ناقص الاستهلاك طيب وبطريقة أخرى بنقول إن الدخل الشخصي المتاح بيساوي الدخل الشخصي ناقص الضرائب المباشرة طيب ما إحنا لسه حزبين من شوية الدخل الشخصي وقلنا إن الدخل الشخصي بيساوي 5398 طيب أشيل من الدخل الشخصي بقى اللي هو الضرائب المباشرة هحصل على الدخل الشخصي المتاح اللي هو 5336 طيب كلام ممتاز طيب يبقى الإضخار في الحالة دي بيساويه تقولي الإضخار بيساوي دخل الشخصي المتاح اللي أنا لسه حزبه حالا حالا 5336 نقص الاستهلاك العائلي اللي هو 4302 هحصل على قيمة للدخار اللي هو 1034 مليون بعد كده بنتقل للمطلوب رقم 4 اللي هو كان مطلوب فيه الناتج القومي الإجمالي طبعا الناتج القومي أنا أحب أقول أن فيه فرق بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي قولت هو قيمة السلع والخدمات اللي تم إنتاجها داخل الحدود السياسية لدولة معينة سواء اللي اشترك في عملية الإنتاج سواء كانوا هؤلاء يعني مواطنين يعني حاملين الجنسية الوطنية أو مقيمين على أرض الدولة هذا فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي داخل الحدود السياسية طبعا الناتج القومي الإجمالي لا أتقول للناتج القومي الإجمالي مختلف شوي الناتج القومي الإجمالي هو مجموع ما أنتجه المواطنين حاملين الجنسية حاملين الجنسية الوطنية سواء كانوا في الداخل يعني داخل الحدود السياسية للدولة أو في الخارج يعني خارج الحدود السياسية للدولة فالناتج القومي الإجمالي بيساوي الناتج المحلي الإجمالي زائد صافي عوائد عناصر الانتاج الخارجي طيب ما احنا لسه من شوية بنقول الناتج المحلي الإجمالي بالطرق الثلاث طلعت 5602 زائد صافي عوائد عناصر الانتاج الخارجية الى هي 298 الكلام ده بيساوي 5900 مليون دولار طيب باقي هنتكلم بعد كده المطلوب رقم 5 اللي بنتكلم فيه عن الناتج المحلي الصافي طيب ما احنا قلنا كثيرا ما قلنا ان ناتج صافي بيساوي الاجمالي ناقص اهلاك رأس المال يبقى الناتج المحلي الصافي بيساوي الناتج المحلي الاجمالي الىو 3000 هذا whoa 130 هيساوي €5472 المطلوب السادس اللي بنتحدث فيه عن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي طبعا احنا اتكلمنا برضو عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بيساوي الناتج المحلي الإجمالي الإسمي اللي هو النقدي أو الإسمي فيه ناس بتسميه نقدي فيه ناس بتسميه إسمي فعادي نسميه إسمي أو نقدي ما تفرقش بكتير معنا فالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بيساوي الناتج المحلي الإجمالي النقدي على مخفض الناتج المحلي الكلام ده نضرب في مي طبعا الكلام ده بيساوي على طول 5602 اللي هو احنا حسبناها بالطرق الثلاث الناتج والانفاق والدخل وتقسيم مخفض الناتج المحلي الإجمالي عندنا في البيانات 115 ونضرب في 100 هنحصل على طول أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بيساوي 4870 مليون دولار آخر حاجة نتكلم فيها في هذا المثال اللي هو إجابة المطلوب رقم 7 المتعلقة بمعدل التضخم طبعا معدل التضخم لازم نعرف أن معدل التضخم بيساوي القاعدة بتاعته المعروفة بيساوي مخفض الناتج المحلي ناقص 100 يعني بيساوي 115 اللي هي الموجودة عندنا في المثال ناقص 100 يعني الكلام ده بيساوي 15%